شاهديني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في هذه الحلقة الرابعة من برنامجكم التاريخ الحقيقي للثورة المصرية 25 يناير 2011 وهذه الحلقة بعنوان جمال مبارك يتأمر على أبيه أو جمال مبارك يخلع أبيه لأن جمال مبارك هو مفجة ثورة 25 يناير في مصر كيف سنشرح ذلك لكن في الحلقات الثلاثة الأولى الكثير من التعليقات قالت والله أنك بتضخم من دور المخابرات الأمريكية أو أنها تفعل كل شيء أو أن المخابرات الأمريكية هي من صنعت طورة 25 يناير طبعا كل هذه الانطباعات خطئة طورة 25 يناير هي رواية قصة من الصفحة الأولى للصفحة الأخيرة فلما أنهي كل الحلقات في هذه الحالة تستطيع أن أنت تقول الواقع كله الأمر الآخر فما ينفعش أنت تيجي في منتصف القصة وتحكم عليه يعني إذا كان المسلمون هزموا في غزوة أحد وأنا لسه في غزوة أحد فتقول لا والله خلاص أنت قلت أن المسلمين يتهزم وقضي على الإسلام أنا لسه لم أكمل بعد فأنا بتناول أمر آخر أنا بتناول وقائع عايشتها أو شاهدتها فإن كانت الوقائع كاذبة فقول الوقائع كاذبة الوقائع صحيحة والوقائع صحيحة لما باجي عندي استنتاجات بقول هذا استنتاجي أو هذه فرضية من عندي تقوم عليها قراء أو دلة طبعا الأرشفات لم تفتح لكن حتى لا تطمس هذه الوقائع قد أموت اليوم الله أعلم ما نعرفش من الذي سيعيش ويجري تزيف لأن أعداؤنا هم الذين يكتبون تاريخنا ونحن للأسف نردد من خلفهم وبتختفي الوقائع والتفاصيل الصغيرة بتذروها النسيان وتكون النتيجة أن الإجيال القادمة تكون أمام تاريخ مزور فما نقوله هو وقائع أنا أعتقد أنها لن تذكر في أي وسيلة إعلامية ولا في أي قناة تلفزيونية لأن الممولين لا يريدون لهذه الأمور أن يعرفها الناس وتظل رواية أن الشعب ثار على مبارك وخلع مبارك وكل سنة من تطي ده أين المخابرات الأمريكية أين دوري الماسونية أين اللعب الذي كان يدور خلف السطار هذا لا يودون أن يظهر لي العلن وهذا ما قصدته بتسجيل هذه الحلقات إن أمضى الله في عمري وأعطاني الطاقة سوف أوافق كل ما أقوله وأنا تعمدت حتى أن الحلقات تسجيل حتى لو 30 دقيقة لأننا بنعرض لتاريخ ما ينفع شيء والدكتور علي الصلابي في كتاب له عن تاريخ الدولة العثمانية من أسباب سقوط الدولة العثمانية الأخذ بالملخصات أو المختصرات يعني واحد يجي من مختصر صحيح البخار مختصر شرح كتاب كذا فيبدأ العلم يتناقص يتناقص والجهل وهذا فعلا الذي نعيشه الآن أنه سأقول لك اعمل فيديو سريعا كذا تمام وهكذا إنما طبعا هذا خطأ يعني وسأوضح ذلك خلال الساق الحديث لكن دور المخابرات الأمريكية في ثورة 25 يناير هي أشبه أن فيه بنزين اللي هو الشعب يعني وفيه خشب وفيه قماش وفيه كل مهيئات أشعال النار ودرج الحارة مرتفعة والبنزين أو القماش أو كذا كل هذا إيه جاف وجهز الاشتعال لكن ما فيش عد الكبري الشرارة المخابرات الأمريكية جاءت بالشرارة اللي أشعلت هذه المكونة كان ممكن أن يأتي غيرها ويشعل النار ولكن بما أنه غيرها لا يعرف أو لم يتوصل لكيفية إشعال الشرارة أو إيجاد الشرارة وفيه فيديوهات على اليوتيوب اسمها أساليب البقاء إن إزاي الناس اللي بدأين بيعيشوا يعني فيقول لك إشعال النار الشرارة فالمخابرات الأمريكية كانت عندها معرفة بالشرارة ودائما ستجدون دور المخابرات يتعظم عندما تكون النقبة التي تقود الجماهير إما عميلة أو جاهلة ولا شك إن الكارسة التي وصلنا إليها اليوم بالانقلاب العسكري الموجود في مصر الآن هو يدل عن حالة الجهل التي استشرت بين النخبة التي تقود الشعب وبين الشعب نفسه ومالحنا في المصيبة دي ليه؟ لو كنا نحن ناس فعلا مثقفين ثقافة حقيقية ما كان هذا الأمر بما كنا في هذه المصيبة في تركيا المخابرات الأمريكية بتلعب والمخابرات السعودية والإماراتية والبريطانية والألمانية والماسونية ولكن النقبة الحاكمة عندها قدر من الثقافة يمكنها أن يبقى لها 17 سنة في الحكم ولا تزال المباراة مستمر لكن نحن لن نبقى سنة واحدة نعود إلى قصتنا ونكمل الأحداث الأخير من الذي يفجر ثورة 25 ناير؟ الحقيقة أن مفجر ثورة 25 ناير في مصر هو جمال مبارك ابن مبارك نفسه كيف؟ الذي كان يجري في مصر يا سادة مبارك كان يعلم أن الشعب مضوح بس الظلم لا يولي الثورة أبدا مهما تظلم في الناس هذا يؤدي إلى الثورة ولذلك لما الشيعة حكموا مصر لها الدولة الفاطمية وصل الأمر بمجاعات إلى أن الناس كانت تأكل لحم البشر وكانت تستخرج جثث الموتى وتأكلها وكانوا يخطفون الأطفال من الشارع ويأكلونها ويسبحون الطفل ويقتلونها ويأكلونها هم لم تقم فورة إنما الإدراك والإحساس بالظلم إدراك الخطر لأن الذين قاموا بثورة 25 ناير هم بالأساس من المتعلمين يخريج الجامعات يحملت الدبلومات حتى المؤهلات المتوسطة هذا غالبيه من شارك ثورة 25 ناير أو من قادوها يعني وليس من المطحونين والغلابة بعد كده بعد لما حصل الانقلاب العسكري في الجامعة طالوا قالوا نعمل ثورة الغلابة عمر ما الغلابة يقومون بثورة الأسود هم الذين يقومون بثورة لأن الثورة تحتاجوا إلى قوة ثورة يقوم بها أسود لا يقوم بها غلابة الغلابة عمره هيصور أبدا أو الغلبان يعني طيب فالذي يجرأ إيه؟ أن أنت عندك مصر هذه عبارة عن إناء أو براد وفيه ماء اللي هو الشعب يعني والمخابرات الأمريكية بتولع من تحت بالإعلام وبالنخبة السياسية وبكذا فبيحصل إيه؟ بتاغل الدنيا فلما تاغل الدنيا اللي يحصل بيطلع مخابر فلو بد غطى البراد يكون فيه خرم أو ثقب يخرج منه البخاب فيجري تنفيس الغضب لو تم سد هذا الغقب البراد ينفجر لأنه فيه طاقة قوة وآية ذلك اليوم في مصر السيسي الآن أسهل مبارك ستين مرة والحياة المعيشية وكل ذلك لكن لماذا لم تحدث الثورة في مصر لأنه لا يوجد إعلام الإعلام الموجود حاليا كله بيدار حتى المعارض للسيسي إعلام مخابراتي تمويل مخابراتي من مخابرات الخليج وهدفه أنه تظل الأمور تحت السيطرة في مصر فهو لا يخوض الناس نحو الثورة وإن تظاهر بذلك لكنه دايما بينزع الفتيل ولما سأتي لدور هذا الإعلام الآن الأخر النقبة السياسية النقبة السياسية أمريكا لم تأمر السيسي يقول له ارفع يادك عنه ما يتلوش ارفع يادك عنه أو ترامب فلذلك لم تقوم ثورة في مصر ومن كل مسببات الثورة قائمة في مصر حتى الآن لكن الشرارة المعرفة بالإيه بالثورة الذي جار في عادة مبارك بقى أن البرات دهوت اللي له غطوا فيه ثوق بهذا مبارك كان حرس على بقاء هذا الثوق جاء جوان مبارك وامه سوزان مبارك وققت بسد هذا الثوق فانفجر المرجل أو الإناء أو البرات وهي ثورة 25 يناير كيف يا سادة الوضع القائم 30 سنة في حكم مبارك أنه كان في فقر وتزوير وتعذيب وعلمانية ومحاربة الإسلام وكل شيء لكن مبارك كان يعلم أنه بقاء حكمه يمكنه أن يبقى في هذا الوضع الملتهب اللي يمكن يتحاول الثورة من خلال أمره هو رشوة النخبة الإعلامية والسياسية والاقتصادي والأمر الثاني من خلال التنفيذ مثلا على ثبيل المثال أنت محتاج أن الأزكياء في المجتمع مبارك دائما كان يستقطب النخبة الزكية الإعلامية والنخبة السياسية والنخبة الاقتصادي يعني أي أذكياء يحتويه كمثال بسيط نحن كصحفيين في عهد المبارك كان الشباب يحصل إيه الصحفيين الإعلامين هم مفروض يقودوا المجتمع أو يقودوا الثورة وهذا الذي يجري معنا بعد أن خرجنا من مصر نفس الموضوع على فكرة ما الذي كان يحدث أنا كصبر على سبيل المثال أنا كنت أرفع دركة بالإيتوبيس لو مسافة 2 كيلو أسيرها سائرا على الأقدام أو 3 كيلو حتى أوفر ربع جنيه لأنه كان كل تكاليف من الصريف الشهرية مئة جنيه أربعين جنيه للسكن وستين جنيه للحياة اليومية يعني اثنين جنيه في اليوم تصرفه فطار وعشا ومواصلات وانفق واتصالات وكل شيء كان معي صديق من الصعيد صحفي وهو اليوم طبعا ركب مرسيدس والغني جدا يعني كان هذا الصديق معهوش الربع جنيه اللي يركب به الإيتوبيس اللي يذهب مثلا من جمعة القهراء لمدال التحرير فماذا يفعل؟ كان يركب الإيتوبيس يركب مثلا من جمعة القهرة ولما يركب يتبطأ في النزول وينزل بعدها محططين ويركب الاتوباس اللي بعده وينزل بعدها محططين يكون وصل التحرير هذا كي يعمل ما معهوش ربع جنيه أنا وريك حال الصحفيين أو شباب الصحفيين في عاد المبارك ما الذي يجري بعد فترة يتضح أن هذا الصحفي نابغ أو عنده ذكاء أو عنده ثقافة ما الذي يجري بيأخذونه للمستوى الأعلى يشتغل وتغضق عليها أموال ومرتبات ضخمة يشتري عربية ويشتري شاء ويشتري فيلل وبيوت وأراضي ومزارع وما إلى ذلك وقد شاهدتوا هذا بعيني يعني محدش حكالي أنا عيشت هذا الكلام والصحفيين اللي هم مستوهم تعبان أو كذا ما الذي يجري فيهم دول بيتنهم في سلم الوظيفة مستنين 80 جنيه في الشهر أو 100 جنيه في الشهر أو 500 جنيه والآن تقريبا 1000 جنيه من نقابة الصحفيين فالنخبة اللي بيتضح أنه ذاكي على طول بيجري أخذه فهنا حتى الكاتب فاهمي ويدي كتب مقالا صحفيون للبيع وهذا نشر في القرى ما عمل ده فقالوا لا أنا صحفيون للبيع وكذا لا طبعا صحفيون للبيع وما هو اللي حصل في مصر يعني فكان يؤخذ هكذا وكناموذج آخر أنا ذكرت من قبل أنه أنور الهواري المخابرات المصرية بتاع مبارك أو مخابرات مبارك هي التي اختارته رغم أنه أخواني مسلمين سابق ومتدين هو طبعا الآن مع السيسي للأسف ومع الانقلاب فاختاروه فقلت له من الذي اختارك رئيسة لتحرير صحيفة المصر اليوم اللي هي تبعة لأمريكا فقال للمخابرات فقلت له لماذا قال لأن صفوة الشريف وكان ضبط مخابرات وأمين عامل حزب الحاكم وكذا قال لأن صفوة الشريف أشبه بالرقاصة اللي عجزة فبالضارع البنات الصغيرة الشطرة اللي يحتمل أن يكونوا رقاصات شطرات في المستقبل ويسرحها فصفت شيء بيبحث عن الصحفيين الصغار الجعانين اللي مش لقين يأكلوا ويجدهم أركاء ويبدأ يجندهم لحسابه ومن خلال يوفر لهم فرص العمل وما إلى ذلك ومصطفى بكري كان أحد هؤلاء ومصطفى بكري ما هو إلا صحفي معدم جاء من الصحيف وصفت شريف عمل له صحيفة الإسبوع وفتح له وهكذا واستجد غالبية الصحفيين في ذلك وقعت الصحفي المشهور المعروف جدا في مصر اسمه مجد مهنة وهو من معارضي نظام حسن مبارك ماذا يقول مجد مهنة؟ كتب مقالة ندخله في المصر اليوم كتب مقالة يقول لصفت الشريف ارحم ضعفي كان مجد مهنة عنده فشل في الكبد مشكلة في الكبد يعني فكان يدخل مصطفى بيقول ايه بقول انا بجتم صفت الشريف واكتب عن سرقاتي ونصبه وحرميه وكلام من هذا القبيل فما ان امرض حتى يتصل بيه صفت الشريف وقول صحتك عاملية وكذا والعربية وجيالك بيستسواها هتنقلك لمستشفى دينيه بتاع المخابرات فيعالك فيها وانور الهواري نفسه لما مرض مستشفى دينيه بتاع المخابرات عملية العملية رغم انه كاموا معارض النظام بعد ذلك طبعا هذا قدى انه يصبح ضمن الالة الدعائية للنظام فيقول له فارجع اخرج من المستشفى اقول لان اضعف امام رشوة صفت الشريف فاجتمك من جديد والمقصود باجتمك يعني بتعبيرنا انه يكشف فسادك فيكشف فسادك وكذا ولا ترفع علي قضية ولا تهاجمني ولا اي شيء نكوننا في مصر في عادة مبارك نجتمي الوزير لا نخاف ان نجتمي الوزير الحرامي وكذا لا يرفق لا يقضيك لكن لو اشتكيت مواطم بقى فاضي مواطم كل يوم يشتكيك وكذا وكلام من هذا ويصدع دماغنا يعني نعم الوزير عادي حتى لو انسجنت في اجتمة وزير فهذا شرف لك يبقى في الصحيفة بتاعتك انسجنت لانه كنت مكشف الفساد لكن لو انسجنت وانت بتشتم مواطن ايه ايه انا هتاخد رجع الدماغ وخلاص طيب فكان فمجدم هنه يقول اجتمه مرة ثانية فلا يرفع علي قضية ولا اي شيء ولا يرد ولا يكذبني فامرة فاتصل بيه وانت عامل ايه والعربيه هجيلك وتاخدك للمستشفى توادي النيل بتاع المقابرات فاخر جاشتين فيك تاني فاقول له اكان مجدم هنه يقول له فهذا مرضي الثالث فلا تتصل به فارحم ضعفي لان انت يا اخي انا انت خلتني حبك وانا اصلا عارف انت حرامي انا وريد كيف كانت النخبة بتاع مبارك اللي هي صفوة الشريف وزكريا عزمي رئيس الدوان رئيس الجمهورية وكمال الشازلي وزير المجلسية الشعب والشورى اللي كان مسؤول عن السياسيين والبرلمانيين كيف كانت تسير الامور فكان الذي يجري في ذلك الوقت انهم ان وجدوا شخصية سياسية او كذا عرف التشق طريقها الاعلى واتضح انها ممكن تجيب الجمهور حولها وهي الشخصية دي فقيرة وما الى ذلك يخلصوا لها مصالحها فلوس عاوز كذا عاوز كل الذي تريده وانت تحتهكه وبقى في هذا بيجري شراء النخبة وشراء الضمان فبالتالي انت كصحفي او كسياسي او كل عضو برلمان او رجل للجماهير معروفة او لعب كرة معروفة او كلام من هذا القبيل كل من يمكن ان يؤتك هل انت امامك ان انت عرفت الحقيقة هل هترجع لحياة الفخر والشحاتة ولا هتعمل ايه هكذا كانت تسير الامور في عدن وبر فبالتالي كان نخبة اعلامية وسياسية يقوم استرزاقونا على ان نخون الشعب انا بتكلم بصراحة يعني ان احنا بديب عرفين نظام فاسد او شيء من هذا القبيل ونصمته عليه ونخون الشعب اللي غرب او بنضل للشعب لا نقول لهم الحقيق قال نقول لهم مثلا السيسي ده خاين وعميل لكن الجيش ده خير ومن ابنائنا وعيالنا فهنا ايه كاذب رمادي كأن نقول نبدأ نعمل حاجات كاعلامين لا يستطيع ابدا المشاهد العادي ان يتفطن له وهذا الذي فعله صفحة الشريف وكمال الشازل مع النخبة السياسية اللي كانت موجودة في عهد مبارك لما جرى الانقلاب العسكري وخرجنا من مصر على طول جاء اصحاب فعيل الخير اللي هم مخابرات بس بيقدموا نفسهم لفعيل الخير واحنا نموله ونمول فلان ونمول علان وكذا وانت شاب زي الفل بس لنا شروط بسيطة مثلا ان انت مجيش ناحية الكنيسة ما تقولش ان العسكر هؤلاء يحاربون الاسلام لا تقول كذا يعني ايش منهم حرامية وسرقوا البنوك وسرقوا البلد وديكتاتورين او ان المجلس العسكري هو اللي سرق البلد لكن كلام من هذا القبيل ان احنا بتحت 30 سنية دول يا جماعة خلاص يعني كلنا بالاحضان وكذا فيجري شراء النخبة يجري تجوعها اولا لدرجة انه فيه شخص ما من شدة الفقر كان سنتحر وما لمثله ان يظل عطلا عن العمل لكن فيه اخرين ليه لان ابوه رفض يبيع قالوا انت رفضت تبيع والله ما هتلاقي شغله ولا هتعرف تتلفت حواليك فيجري التجويع الى درجة الاذلال ثم يقولون الله احنا هنديك فلوس وبعدين يعني المطلوب منك تشتن في السيسي او كذا ولكن في حدودي كذا وبلاش الحتة الفلانية وبلاش كذا هذه الايه الامور الدور ده كان بيقوم به كمال الشازلي وصفة الشريف وهؤلاء مسألة انه الجماهير تبقى بلا قيادة وتبقى بلا نخبة والجماهير ما تعرفش كيف تقوم بالثورة او شيء من هذا الايه الان بيقوم الخليج بهذا الايه بهذا الدور النياب عن كمال الشازل وصفة الشريف وزكريا عزم ورئيس دوان رئيس الجمهورية ماذا الان اي ثورة في الدنيا لابد ان تقوم على عقيدة كنمود لما تنظر في الاعلام الموجود حلم يقول لك لا احنا عاوزين نبعد الدورجة عن الثورة وبالتالي لا تقوم ثورة لذلك لم تحدث ثورة ضد السيسي لان لايجت فيها الدورجة خلي بالك ولكن المشاهد البسيط لا يستطيع ان يفطن للعبة اللي الاعلام بيقوم به ولذلك تجد ان غالبيت الاعلاميين لا ينشقون عن مؤسستهم او قنواتهم لانهم يعرفون الوضع المزر الذي سيصلون اليه على سبيل المثال اختم بهذا في هذه الجزئية كشراء زمم الصحفيين في عهد المبارك ان في انتخابات نقابة الصحفيين يا سادة كان يترشح مرشح الحكومة ومرشح المعارضة وتظهر بعد كده ان مرشح المعارضة ومرشح الحكومة الوضع يقرأ شوانيا فكاتب حكومة تريد ان مقرم محمد احمد اللي هو نقاب الصحفيين دقيق الوقت يفو استعمل ايه تدي كل حكومة تدي تعمل حاجة اسمها بدل الصحفيين بيقضوا مفلوس يستلمها الصحفيين من نقابة الصحفيين كل سنة كل شهر بلا اي عمل حتى مصطفى بكر قال لك نصور مشهور بياخد بدل من خلال انا ما عرأي لخدت بدل ولا خدت غير ولا اعرف راح فين ولا يمن المهم يعني وانفكر الف جنيه ده في الهيئين في حاجة في الخارج اصلا ده ما يجيش مثل هيرا توركيا المهم فكانت الحكومة تقعت الصحة في 80 جنيه في الشهر يعني في السنة مثلا 900 جنيه واذا كان يعادل 120 دولار في السنة مقابل انه ينتخب مقرم محمد الحفظ وقرم يجيقول انا اجبتلكو يا صحفين 80 جنيه وكان الامر بدأ بعشر جنيه وخمسة جنيه وكلام 20 جنيه وكلام من هذا القبيل فتخيل ان صحفي يبيع زمتهم من اجل 80 جنيه في الشهر مالصحفين للبيع ومالصحفين ليه ونص الصحفين او اغالبيت الصحفين كانوا يقومون بهذا الامر او يغيرون زمتهم وضميرهم بسبب مبالغ زهيدة نوريك كيف كانت الامور وانت بقى ما كل صحفي او كل اعلامي او كل شخص سياسي كل برجته حجم دمه على قد دمه زي بقوله فلو انت صحفي غلبان وربع لبة هنشترك بعشرين جنيه في الشهر ولو انت صحفي شاطر شوية هنجيب لك عربية ولو انت صحفي هنجيب لك شقة ولو انت صحفي هتروح تخش الوزير وتجيب فيلا ومزارع وكلام من هذا القبيل واعرف صحفي كان شغال مفيش خالص مش لقياكل الا انا عنده مزارع وارادي وكذا ورئيس تحرير وعمل له برامج في التلفزيون وكل هذا الكلام وشاهدنا كل هذا يعني وما يجرع الصحفيين يجرع على السياسيين ويجرع على اساتيز الجامعات وما الى دهلك لكن ده كله فين فيه بعيد عن المجال الفيزياء والنوى وكلام من هذا القبيل طيب لما مبارك كبر ومعنده 80 سنة بدأ الدولة تتفلت من يديه بحكم السن وايضا الطاقم اللي حاوله كبر وعجز ومفروض ان فيه اجيال جديدة تطلع مكانها مفيش اجيال جديدة طلعت مكانها لان ازيقت بقى سائمة هذه الوجوه وهنا صابر زكي وشاطر وعاوز برئيس تحرير وانا دخلت الصحافة وابراهيم نافع رئيسا لتحرير صحيفة الاهراب عاوز اخد مكاني بقى مكان لا قاعد برضو مفروض بقى تغير دم النظام يقوم وده الذي جاره انه حالا كل نخبة مبارك مشيت والسيسي اتى بنخبة جديدة بعد فترة النخبة السيسي هيعجز ونخبته هتعجز وتصبح النخبة الفاسدة اللي تحت منه وتشارك في الثورة عليه لانها تريد ان تحل محله وفيه شعب يريد ان يخطر لانه جعاه ونهز تريد ان تخطر لانه السيسي يحارب الاسلام وهكذا وهذا اللي يجار في ثورة 25 اي لما عجز مبارك بدأ يضعف لكلام زوجته سوزان انه يورس الحكم لابنه جمال واصبح جمال هو الرئيس الفعلي للبلاد جمال مبارك لعب دورين في تفجير هذه الثورة ولان جمال شاب صغير لم يخبر المجتمع المصري لتربى في حارة ولا تشابت في اتوبيس ولا ميس كفاس وفحت في ارض ولا شيء من هذا القبيل فهو لا يعرف هذا الشعب جيركم شعبي لا يعرفه فجمال مبارك تربى في بيت غني الود مطرف ناعم في حاجز نفس بينه وبين الشعب المصري لانه هو ام انجليزية وتربى في مدارس تنصير اجنبية فمنفصل عن الشعب الذي يود ان يحكم اضافة الى ذلك اتى جمال مبارك بمجموعة من الشخصيات مثل احمد عزي ومحمد كمال ومش عارف مين وهؤلاء ايضا لم ينشأوا في الفقر ولذلك تجد الذين يحكمون الدول غالبياتهم نشأوا في الفقر او اتيحت لهم حياة ان يعيشوا في الفقر على سبيل المثال الدولة العثمانية في قوتها كان السلطان مالو السلطان جاي من الغابة بيركب الفرس وعنده ثلاث سنين وهي حياة بادية حياة بادية والسلطان ويرسل ابنه في البادية او في يطلعوا عودهم شديد لما الدولة العثمانية بدأ السلطان بقى يرابوا ابنائهم داخل القصور انهارت الدولة الايه العثمانية لكن طول ما حتى انت اهل حتى لو غني تعيش عيشة الفقراء او عيشة البادية والباد يبا في هذه الحالة تصبح ايه تصبح قوياً وشجاعاً الشعب وانفصلوا عن النخبة السياسية والاعلامية اللي هي مرتزقة يعني بقى الصحفين مش عارفين يوصلوا للجمال مبارك والسياسيين مش عارفين يوصلوا للجمال مبارك وهو ينظر لكل هؤلاء ان هم خدموا شيء من هذا القبيل زي محمد بن سلمان بيفعل في السعودية اليوم انه هو بيهين كل الناس ويطلع الشيخ فلان يعتذر وطلع فلان مش عارف ايه ويشتم فلان ويحفز فلان ويعمل كذا ابوه جده لم يكن يفعل هذا انه جده جده عاش عيشة ليه البداية هذا في النهاية يؤدي الى الثورة على محمد بن سلمان نفس الذي فعله جمال ايه مبارك اخيراً قام جمال مبارك بتزوير انتخابات 2010 مبارك كان حريص انه يسمح للاخوان مثلاً بالتوابط في البرلمان ان المعارضة السياسية تظل موجودة زكريا عازمي كان بيلتقي قيادات المعارضة او احزاب البرلمان ماذا تريدون فوالله ده عنده مشكلة ابنه كذا يخلصها له عنده عاوز حطة ارض يعملها له في مش عارف ازا كان في حالة الاخوان المسلمين مثلاً عاوزين يعالجوا ناس يعالجوا لهم يعني كانت فيه الدنيا مفتوحة فيه صراع علني لكن في الباطن الدنيا مفتوحة طيب فلما جي مبارك في انتخابات 2010 قام بتزوير انتخابات البرلمان كلها لم يسمح بولا واحد ان الاخوان المسلمين يصل البرلمان باستثناء واحد اسمه مجدي وده كان انشق عن الاخوان فسمحوا بمره واحد فقط المعارضة كلها سقطت فجمال مبارك وحد كل النخبة السياسية ضد النظام وضد مبارك وبقى كل الشخصيات اللي هي زكية او نخبة ومثقفة من الاعلاميين او سياسيين او كده او اقتصاديين او كده اصبحوا مستبعدين من هذه الايه مستبعدين من النظام غير مشاركين للكعكة مع النظام فسياسة الجمال مبارك ادت الى ان النخبة السياسية والنخبة الاعلامية يلتصكون بالجماهير او الجماهير تلتصقوا به فاصبحت للجماهير قيادة جيش بقالوا قائد انما لو عساكروا ما فيه الزبط يقودهم كل سنوان تطيب سيهزمون فجمال مبارك هو الذي اوجد للمعارضة او للشعب يعني اوجد لهم القيادة بجهله وبغباءه النقطة الضعفة الثانية عند جمال مبارك هو انه لم يفطل لقاعدة ابن خلدون ابن خلدون يقول ايه الشريعة تقام بالملك بالملك يعني بالحكم والحكم يقام بالجند والجند يقام بالمال والمال يقام بالدولة جمال مبارك كي يحكم كان يحتاج انه يكون له قوة عسكرية مسلحة بتاعته هو لم يفعل ذلك هو اعتقد ان حبيب العادل وزارة الداخلية والامن المركزية قوة عسكرية هاي الشي يعني هي التي ستقيمه على العسكرية لكن الدبابات والطيارات وهؤلاء لا فهو لم يكن عسكري لم يكن من الجند ولم ينشئ لنفسه قوة عسكرية مسلحة لذلك سقط لكن خطأ جمال مبارك انه اول اهتمام كله للعملية السياسية ان الدستور يقول ان يجب تخشيح رئيس الجمهورية من خلال البرلمان اللي هو مجلس الشعب فذهب يسيطر على البرلمان بحيث لما تأتي انتخابات الرئاسة البرلمان يختاره وبعد ذلك يكبر الاستفتاء من له يزور وزارة الداخلية فكان حريص ان حبيب العادل يكون وزير الداخلية يكون مواليا له وهو انشغل بالعملية السياسية والمادة خمسة من الدستور والمادة سبعة من الدستور نفس هذا الخطأ ارتكبناه نحن نفس اللي وقع فيه جمال مبارك ارتكبه الرئيس مرسى عندما اتى الى الحكم وكان الشعب والذي يحكم شغلون بالدستور وجماعة تسألوا الدستور والمادة خمسة من الدستور والفقرة دي نكتب الدستور وضلت لجنة كتابة الدستور حضيعنا سنتين كاملتين في مسألة ماذا نكتب في الدستور وبعد ان كتبنا الدستور جاء في الاخر القوة جاء الجند ابن خلدون قال الملك يقوم بالجند ما يقامش بالدستور فجاء الجند وقال الدستور بتحكوا على الزبالة يلا وشالونا احرمونا في السجون واعدمونا ويفعلونا بنا ما يفعلون الايه الان نفس خطأ من جمال مبارك في ذلك الوقت ايضا من اخطاء جمال مبارك انه لم يكن يصلح قائلا الذي يود ان يقود الناس يجب ان يكون منهم او يعتقد الناس انه منهم فجمال مبارك لما كان يود ان يقود العسكر اللي هو الجيش فالعسكر كان ينظرون له على انه اجنبي غريب يعني ليس منهم السيسي العسكر ينظرون على انه منهم لانه قد ضابت معاه لكن جمال مبارك مدن والعسكر في ذلك الوقت كانوا يعتقدون ان الدستور الذي لم يقرأه طبعا ينص على ان رئيس مصر لابد ان يكون ايه عسكريا والشرطة تنظر لجمال مبارك على انه ليس منهم والشعب اللي هو المدنيين احنا ينظرون لجمال مبارك على انه ده ام انجليزية ومتربف مدارس تنصير ومدارس اجنبية ما بيعرفش يقول حتى نكتب الايه بالعامية المصرية كما ان تنصيب جمال مبارك كان يمثل اهانة لما يعتقده الشعب المصري الشعب المصري في ذلك الوقت مؤمن بالجمهورية وان احنا في نظام جمهوري والجمهورية قامت بخلع الملكية والملك فاروق وان الملك كان يستعبد المصريين ملك يورس ملك ملك يورس ملك وما المصريين الا عبيد هكذا ضل الاعلام العسكري اللي هو جمال عبد الناصر وامر السادة ومبارك يبنون شرعتهم لماذا يجب ان نحكمكم لانكم كنتم عبيدا في عهد الملك ونحن حررناكم وشوف بقى النهاردة في عهد الجمهورية ابن الفلاح من حقه يكون رئيس الجمهورية وابن الفراش من حقه يكون رئيس الجمهورية طبعا كلام كذب لكن هذا الذي كنا نتوحبه لما جاء جمال مبارك يود ان يرث ابيه فهنا جاء على عكس طباع الناس فطبعا هذا لك اللي بد يقابل بثورة وآية ذلك ان الدولة الاموية التي اسسها بني امية وبني امية هم رجال الحرب ورجال السياسة ورجال المال ورجال العصبية ولهم في الفتوحات الاسلامية في الشام والمعارك صوالات وجولات ورغم ذلك عندما ارادوا ان يجعلهم الملقى عضوط في نسلهم قامت الثورات عليهم طوال حكمه من المستمر سبعين سنة ثورة تلوثورة ثورة تلوثورة حتى اسقطهم في النهاية العباسون او الدولة العباسية ارجو مشاهدين ان تكون السرقة تضحت وغدا بازل الله ان شاء الله نتناول اندلاع شرارة ثورة 25 يناير وكيف لعب الاخوان المسلمين والمخابرات الامريكية الاثنان معا دور الشرارة لانطلاقتها فانتظرونا والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته